يمكن هو ابن المنطقة فحكى بنقاط مهمة وأعتقد أنها أكيد مدرجة على جدوى العملك تفضل يعني التعليق لأيلك هو حقيقة أبو ثابت سبقنا لأنه بالتقرير الآن راح يكون في صور للأبار وراح يكون في صور لمنطقة الشولة وبالنسبة لطريق جبيل أنا قبل ثلاث شهور اتوجهت أنا ومدير أشغال بني كنانا ورصدنا الطريق كامل وعد خير بس إحنا كلنا بنعرف الظروف الاقتصادية اللي بتعيشها الأردن صعبة جدا أصعب من صعبة بس في باب هو حقيقة إذا بدأت تشتغل مؤسسات الدولة لتحسين وضع الخدمات في الطرق الزراعية والينابية حتى التنظيمية أنا اللي بعرفه في منح بمليارات الدولارات موجودة من البنك المركزي من الدول العربية الشقيقة مثل السعودية والكويت والإمارات أتمنى من المؤسسات المعنية أن تشتغل بطريقة على أساس نستغل هذه المبالغ لتأسيس بنية تحتية سليمة بدون ما تكون مدرجة على نظام المحسوبية والواسطة مثل ما كانت بعض الطرق وأنا بترحم حقيقة لا يحيى العمر اللي حكى عنه الأخ أبو ثابت لأنه هو اللي زفت طريق جبيل من قبل أكثر من أربعين سنة وهو الآن في ذمة الله له الرحمة على رحمة الله ولأمة المسلمين أجمعين آمين يعني أن الجميل جدا سيد حسين أنك لفت نظر السادة المشاهدين أنه يريد إذا بتخصص الحكومة شوي من هالمبالغ الموجودة من المنح التي تعطى للأردن من دول الخليج تحديدا يعني حتى نستغلها في مجال عمل الخدمي ويمكن أنت أحييك على هذه الرؤية لأنه حتى إذا ما نتابع المواقع الأخباري وأكيد حضرتك مطلع أنه أيضا أمانة عمان قبل الانتخابات عم بالطالب أيضا من الحكومة إنها تمنحها 400 مليون دينار خلال المرحلة المقبلة من قبل الحكومة هذا المبلغ وهو أتى كمنحة للأردن ولكن يعني من الجمل إذنه شوي لأمانة عمان رح نشوف التقرير ورح نعلق عليه أنا وإياك نشوفه مع مشاهدينا هيا عم نشوف الصور يمكن على الشاشة سيد حسين أترك لك التعليق يمكن هلأ رح نشوف بعض الصور اللي حكي عنها هلأ أبو ثابت أعتقد نحن رح نعلق على المناطق اللي زورناها ومنها منطقة الأبار نعم يعني حتى السيارة توحي بأنه أنت رجل خدماتي جميل شكرا جميل مشو حلوة بعد أن يعني عندكم المنطقة بتجنل مع أنا زورتها مرة وحكا من أجمل المناطق السياحية بالمملكة نعم يعني المفروض كمان أنت تعاون معكم شوية وزارة السياحة يعني تستغلها هذه المناطق هذه منطقة الشعلي طلعي كياس القمامة كيف موجودة وطائرة في كل مكان نعم مع العلم أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أوعدتنا ولكن أخلفت في وعدها نعم هذه موقعات اليارموك يعني كنت أتمنى من وزارة السياحة تقديم الدعم إلى بلدية الشعلي من أجل المحافظة على هذه المنطقة تطلع على الأوصاخ والقذرات الموجودة في منطقة الشعلي اللي حقيقة في موسم الربيع يتجاوز الأربع تالاف إلى عشر تالاف سائح بدخل هذه المنطقة في أيام العطل الرسمية بالأيام الطبيعية حقيقة يتجاوز الألف مواطن اللي بدخل هذه المناطق نعم أتمنى من الجهات المعنية وزارة السياحة وزارة الآثار أنها تتعاون معاكم الجمعية الملكية لحماية الطبيعة اللي أوعدتنا وأخلفت بالوعد أنهم يقوموا بعملهم ويخدموا منطقة الشعلي للحفاظ عليها حتى يتأدي الغرض المنشود للمواطن والساح بنفس الوطن طبعا يعني إذا الحمل يتوزع من السهل جدا حمله يعني عم نشوف المنطقة شو جميلة لكن للأسف النفايات والله هذه الطريق أخت عروب طريق حيور العشة طريق سحم العشة طلع على هذا الطريق هذه طريق رئيسية حقيقة بتخدم مش أبناء سحم وسمر بتخدم كل الأردنيين لأنه نافذ هذا الطريق إلى المخيبي ومن ثم ابتصل إلى العقبة هذه الطريق أخذ عطاها تقريبا قبل سنة وتوقفت ولغاية الآن ما تم تنفيذ العطاء أنا الآن موجود على منطقة الآبار اللي حكي عنها الأخ أبو ثابت هذه الآبار تم فتح أول بير في سنة 1980 وقبل تقريبا 12 سنة تم فتح آبار ثلاثة بنفس المنطقة وهذه الآبار اثنين منه طلعت مياه علاجية والبير الأول اللي استغل للريل وتم توقيفه عدم العمل به أنه بلغونا وزارة المياه عدم استغلاله لأنه ارتفاع نسبة الكبريت في المياه مع العلم أنه تمت المطالبات ومن سعادة النائب الدكتور أحمد رقيبات أيام ما كان الله يرحمه وزير المياه والري محمد ظافر العالم لاستثمار هذه الآبار لكن أنه وزارة المياه أكدوا أنه لا يوجد قانون هناك لعادة ملكية الآبار هذه إلى أصحابها أو تأجيرها أو استملاكها أنا أتمنى أنه ينوجد قانوني الآن لعادة استثمار هذه الآبار أو يعادة ملكيتها لأصحابها مقابل أجر أو تأجيرها حتى تستغل بطريقة صحة يعني جميل جدا يمكن طرحت من شوي سيد حسين موضوع تأخير تنفيذ العطاءات يعني هاي مشكلة عم بنواجهها عندكم وفي الشمال وفي الجنوب وفي الوسط وكأنه موضوع يعني أنه العطاء إذا أخذوا هل المتعاهد خلص يعني إقرأ على العطاء يا رحمة يا رحمة ولا برجع ولا يمكن بغيب سنة وسنتين وحتى أنه المفروض أن يكون في شروط تأخير على المتعاهد حتى بتم تجاوزها ولا يتكلف عليها بالنسبة لعطاء طريق سحم العشة هذا العطاء تقريبا من سنة ونص أخذوا متعاهد نعم المتعاهد قصر في تنفيذه نعم اتوقف تنفيذ العطاء وطريق حقيقة مزري نعم شفنا يعني نصور نعم نعم عدة مطالبات إنه كانت فردية وجماعية من أبناء سحم للعمل على إعادة تأهيل الطريق مرة ثانية وما فيش إلا وعود حقيقة بدون تنفيذ بدون تنفيذ نعم مع العلم أنه الآن تم زيادة طرح العطاء لتنفيذه الطريق كامل من مدرسة العشة حتى بداية سحم جميل حتى نهاية سحم نعم اللي هي منطقة الأبار اللي شوف نها نعم نعم انطرح العطاء أول مرة ومارسيش ولا علي متعاهد وانطرح العطاء مرة ثانية وجهت رمضان وعطلة رمضان ولغاية الآن ما بنعرفش اللي بتمنى أنا من معالي وزير الأشغال انه شرفنا بزيارة لمنطقة سحم ويطلع على واقع الحال في سحم وبالذات من الشوارع الزراعية حتى الشوارع التنظيمية حتى الشارع الرئيسي النافذ من سمر إلى منطقة سحم ومن سحم إلى منطقة العشة والشعلة نعم يعني سيد حسيني ممكن في هاللقاء المتواضع جدا والسريع جدا أنا حاولت نسلط الضوء أكثر شيء وقدر الإمكان على دورك في العام العام واضح جدا من اللي شفناه ومشاء الله هالجهود الجبارة اللي حضرتك باذلها في هذا المجال سريعا سيد حسين بتتوقع هل الانتخابات تكون نزيهة أم لا؟ والله أنا في عمرني في يوم الأيام ما توقعت بنزاهة الانتخابات حقيقة عمرني ما توقعت وأنا على يقين أنه ما كان في نزاهة انتخابات بتاريخ الحياة النيابية بالأردن بس الانتخابات البلدية ما في مجال أنه تكون بانتخابات المجالس النيابية لأنه أنا عشت أربع دورات حقيقة بالانتخابات النيابية وكنت أشوف على أرض الواقع كيف تتزور الحقيقة وكيف يطلعوا بعض النواب وكيف يهزموا بعض النواب مع الحقيقة أنهم منتصرين نعم بالفعل بالفعل يمكن لأنه الانتخابات البلدية الها خصوصية انها انتخابات انتخابات البلدية بتوقع ما في مجال للتزوير لأنها مختصرة على مناطق صغيرة كلها عارفة بعض كلها عارفة بعض ما في مجال أنه أنا أزور واجيب بحط لأنه كلنا عارفين بعضنا البعض إذن وضع طبيعي بتوقع أنها تكون نتائج الانتخابات البلدية نزيها نوعا ما بتأمل أنها تكون نزيها طيب يمكن برضو سريعا سيد حسين شعارات جميلة ويمكن بموسم الانتخابات شعار هنا وشعار هناك كن صاحب القرار السليم لإيصال الرجل المناسب في المكان المناسب يعني الطفل عندنا بقول لك الرجل المناسب في المكان المناسب عجبني كثير هذا الشعار وأيضا شعار تاني نعم للمصالح العامة ولا للمصالح الخاصة للأسف إذا بنا نحكي على مستوى مرشحين الانتخابات النيابية تحديدا دائما قبل البلدية هو نائب خدمات الآن إحنا بنحكي عن المرشح للبلدية هو دور الخدمات لكن أحيي شعارك اللي بيغلي بالمصلحة العامة على المصلحة الخاصة يمكن هذا الشعار الثاني أما الشعار الأول القرار السليم لإيصال الرجل المناسب في المكان المناسب الجهوية هذا ابن عمي وهذا ابن خالي والفئوية وأنا بدي أصوت لفلان وهاته الفزع يا جماعة الخير يعني هالشعارين ورأيك بهذا الموضوع السريع حقيقة الشعارين هذول قدمهم وكلماتهم صغيرة فيهم معاني كثير بس إذا بدوا يشتغل الواحد ويشرع عنهم بدوا برنامجين ثلاث ومشرحينهم صح هو أنه الواحد يغلب مصالحه الخاصة على المصالح العامة هذه مشكلة المفروض أنه الواحد يشتغل من أجل العمل العام والعمل العام حقيقة في نطاق البلديات هو يكمن من الناحية التنظيمية طبعا التنظيم السليم أنت بتخدم بلدك وبتخدم أبناء بلدك على المدى البعيد وبالذات التنظيم أنا أتمنى إن حالفني الحظ رح أشتغل على هذا الأساس إن شاء الله إذا ما حالفني الحظ أتمنى من أي شخص بحالف الحظ أنه يعمل خطة خمسية للتنظيم الشوارع بالذات حتى ما تكون هذه الشوارع مستقبلا كوارث لأبنائنا وبناتنا لأطفالنا يعني أنا بدي أعمل شارع المفروض أفكر بالشارع أنه يكون ثمانتاشر متر ليش يكون ثمانة متر حتى أرض سين أو صادم من الناس أنا لما بعمل ثمانتاشر متر أقل ما فيه ابني اللي عمره ثلاث سنوات أو ابن عمي أو ابن بلدي بدي يطلع الطفل هذا على الشارع فيه مجال إنه سايق وهو ماشي بسيارته يقدر يتلاشى بس لما بكون الشارع ثمانة متر ما فيه مجال إنه يتلاشى هذا الطفل إذن ضربوا حلة كارثة لهذا السبب أنا أتمنى إنه الناس تشتغل بضمائر حية أقل ما فيه بالأمور التنظيمية نعم قضية التعيين يعني خلنا نحكي بصراحة قضية التعيين في البلديات وبالذات بلدية زي بلدية الشع لدرجة ثالثة هي ما فيه هذه التعيينات التعيينات يا إما عام الوطن يا ساق نعم قضية التعيين عام الوطن بدي أخذ شغلتين أساسيات نعم الحالة المادية للشخص المتقدم نعم والحالة الإنسانية لوضعه الصحي إن كان معاقب أو مش معاقب لأنه ما بده سوق لطائرة هو بده يقوم بتنظيف شارع وسوق الحاوي ويجاهز وكذا إذن هذا العام المهم إني أقدم له خدمة حتى يقدر يقوم بأسرته على أكمل وجه صح أما الإنسان الساغ السليم قدير أنه يشتغل بأي جهة بالزبط ويمكن في ظل وجود تجاوزات سيد حسين وأعتقد أنك يمكن بتعرف أكتر مني في تعيين بعض عمال الوطن يعني مصلحة خلينا نمرقها ويمكن كنا بنسمع كثير من بعض نواب عمال الوطن اللي بيتم تعيينهم بس يعني لأرضاء فلان وارضاء علان ومجرد اسم وبروح باستلم راتب في آخر الشهر صحيح يمكن هذا الموضوع أنا بس بدي تعليق سريع منك صحيح هذا الموضوع حقيقة في بلديتنا كبلدية شعلي كبلدية صغيرة مضبضبة نعم لا يمكن خفيف لا يمكن يعني عدد عمال نظافة بجزلة يتجاوز 30 إلى 40 عامل 30 إلى 40 عامل معروفين وأنا بحكي بالذات لأي شخص بصل لأي بلدي وأتمنى أن يكون إنه رئيس البلدية هو مش وظيفته أنه يكون داخل المكتب المفروض رئيس البلدية يكون ميداني يعني أنا بعنيني لما بكون عامل الوطن موجود الساعة خمس ونصب الشارع أنا أكون قدامه أنا أكون قدامه لأنه هذا العامل لما أنا بكون قدامه بقوله يعطيك العافية وشو اللي بتؤمره وشو عايش ومشكل المشاكل اللي بتعاني منها هذا العامل بدل ما يصير الليد على الشارع بده يصير الليد علي وأنا ماشي لأنه أنا قريب منه حقيقة راح أكون قريب منه جميل جميل إن شاء الله بحالفك كل الحظ سيد حسين وفعلك النجاح إن شاء الله شكرا كلمة بتوجهها لكل اللي بتابعونا أنا حقيقة بتابع لكل ناخب أردني وناخبة أردنية نعم إنه يختاروا الشخص المناسب لخدمة بلدنا ولخدمة أردننا للحبيب لأنه الظروف الحالية اللي بتعيش بلدنا قاسية جدا جدا إذا إحنا ما بيكون خيارنا سليم راح نندم ونتحمل المسئولية ومثل ما بقولوا الفلاحين نضرب على خدنا نلطم نلطم على خدنا يعني إن شاء الله إنه الله يجي بلي إنه ما بنلطم إنه ما بنلطم ويكون خيارنا سليم صح صح الله يجي بلطم إن شاء الله إنه تكون للوجوه الموجودة في مجالسنا البلدية وجوه خيرة أمثال حضرتك سيد حسين تشرفنا بوجودك معنا شكرا وشكرا نورتنا أكيد إن شاء الله بتكون معنا في مرات قادمة وإن شاء الله يعني يكون النجاح حليفك وفيما بعد بنتواصل معك إذا قصرتك بلديك إن شاء الله راح نكون على تواصل معك وإن حالفنا الخط أو ما حالفنا لأنه إحنا موجودين حقيقة دائما معنا طبعا يعني عملكم بتشهد لكم سيد حسين كل عام أنت بخير وإنت بقى الخير وشكرا إليك شكرا لك تواجدك معنا مشاهدينا يمكن إحنا جوزنا الوقت معكم اليوم بوصل صوتك برجع وبعيد وبكرر إنه راح يكون معنا عدد من المرشحين خلال الأيام القادمة في وصل صوتك كل عام أنت بخير رحم الله الأردن قيادة وشعبا وأدام عز وجل علينا الأمن والأمان شاء من شاء وأبا من أبا الله الوطن الملك هو شعر الشرفة على الدوام ونحن الأردنيين فقراء لكننا الأكثر تعليما فقراء لكن نمتلك أعلى سقوف الحرية فقراء لكن لدينا أقوى جيوش المنطقة أنا الأردني بحجم بعض الورد إلا أنه لي شوكة ردة كلنا نجوش كلنا نجوش طبعا